رحبت مصر بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الأثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وأكدت وزارة الخارجية أن مصر طالبت جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة مشددة على المسئولية الجماعية لكافة الدول في إنهاء تلك المعاناة لا سيما من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع كما أكدت مصر استمرارها في بذل جميع الجهود من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإحلال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ترجمة نانسي قنقر